انتقل الى خالد شقير من فرنسا بالتحديد من مرسيليا خالد مزيد من التفاصيل حول الموقف الفرنسي وما تريد فرنسا من هذه القمة نعم كريم قمة توديع بايد ودعم اوكرانيا هذا ما اكدته هذه الصحف الصدرة صباح هذا اليوم الرئيس الفرنسي ايضا سيستغل تواجد الرئيس بايدن ويتحدث كما انت اشرت منذ قليل عن الملفات الجديدة وهو ملف اعتداء اسرائيل على جنوب جنان واستمرار اعتداءتها على غزة الصحف الفرنسية تحدثت ان هذه القمة وبالرغم من انها جاءت لتكريم بين خسين الرئيس بايدن وتوديعه والاتفاق على هذا الملف الذي يجمع القارة الاوروبية القارة العجوز جميعها باستثناء المجر والولايات المتحدة الامريكية فيما يخص اوكرانيا وتقديم الدعم لاوكرانيا لان القمة الاوروبية الاخيرة التي كانت بالامس افردت كريم الكثير من الخلافات هذه الخلافات تتصدر المشهد اليوم وبصفة خاصة ان الولايات المتحدة الامريكية تشارك المانيا والمانيا تشارك الولايات المتحدة الامريكية في تقديم الدعم لاسرائيل وهذا ما ترفضه دول اوروبية من بينها مثلا ايطاليا واسبانيا وايرلاندا وايضا الرئيس الفرنسي الذي بالامس فقط تحدث على ان الجميع يطالب اسرائيل بوقف الاعتداءات والحرب سواء على غزة او لبنان وان هذا لا يعقل مع استمرار تقديم الدعم العسكريين والرئيس الفرنسي مع توفير الحماية لاسرائيل والامن لاسرائيل على حد قوله ولكنه تحدث بالامس المساء الامس كريم على ان الحرب وآلة الحرب لا تزيد الا او لن تنتج لامن اسرائيل او لم تأتي بالامن لاسرائيل ولكنها ستزيد الحرب اشتعالا والحرب يمكن ان تكون حرب اخليمية اذا هذه الظروف وبصفة خاصة بعد الاعلان عن خبر وفاة يحياء السنوار تفرض نفسها على هذه القمة التي هي في الاساس هي قمة لتوديع وتكريم الرئيس بايدن وسط حالة الترقب التي تنتظرها اوروبا وبصفة خاصة خوف ومن عودة الرئيس ترامب مرة اخرى الى البيت الابيض ولهذا هذه هي الاجواء السائدة في هذه القمة يبدو انها ستكون قمة توديع وقمة تأييد لاوكرانيا وايضا محاولة لملمة الخلافات الا وهي الخاصة بمنطقة الشرق الاوسط واجات حل حالة لهذه الفوارق في المواقف التي تتفق جميعها على اهمية الامن لتوفير الامن لاسرائيل ولكن فرنسا تقود الدول الاوروبية التي تحاول عدم مد اسرائيل حتى لا تزداد الامور اشتعالا وفرنسا ستحتضن بعد ايام قليلة قمة خاصة لدعم لبنان ولهذا يعمل الرئيس الفرنسي اليوم من خلال هذا اللقاء حسب الصحف الفرنسية لاظهار وجهة النظر ومحاولة ايجاد حل حالة وحل وسط يحاول من خلاله انهاء هذه الخلافات التي ظهرت من خلال حتى تصريحات وزيرة الخارجية الالمانية التي اكدت على اجتمرار دعمها لاسرائيل ومد اسرائيل بالاسلحة بالامن اشتركوا في القناة